ومرحبا حياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة لفة في السوق أنا أدهم طبعا أول شيء كل عام بتبخير مناسبة السنة الجديدة سوينا حلقتين خاصة بالتعاون مع مجموعة من التقنيين مشكورين حلقتين خاصة من لفة في السوق حلقة تكلمنا فيها عن أجهزة ما عجبتناها خلال 2018 اليوم حلقة أخرى مع التقنيين لكن حتكون أجهزة أطلقت في عام 2018 أعجبتنا وبالنسبة لي أخترت هذا من فيليبس قاعدت انتظرة كثيرا المنتج رهيب جدا طلع في 2018 طلبته وانكسر في الطريق وبعدين ما قدروا يوصلونا بسبب شركة الشحن وبعدين كنسلوا الطلب واضطرتني أطلبوا أولا ثاني وطلع عندهم إجازة وتوقفت الزبدة إضاءات فيليبس بشكل عام سعارها مهم ونخفضة بس في نفس الوقت تراها ممتازة جدا وجودتها رهيبة جدا بالصندوق يجيك هذه هي شكل الإضاءة هي إضاءتين تجي بالطول أعتقد بأنه هذا السيستم تقدر أنك انت تشتري إضاءات إضافية وتركبها شفت ناس مركبين ثلاثة ويمكن تقدر تركب عدد أكبر أربعة وخمسة وستة بس خلني أعلمك إيش فايدتها هذه إضاءة هذه مع هالقواعد تجي الإضاءة المفروض أنك تقدر أنك تثبتها بهذه الطريقة أو حتى وهي واقفة يجي مع هذه القاعدة اللي تقدر تخليها كذا أو تصير تركبها بالأسفل فبالتالي تصير إضاءة واقفة المشكلة أنه المسمار اللي يربطها إثنتين جاءت ناقصة طبعا الجزء الحلو مرة أنه من خلال أبليكيشن أكيد تقدر تتحكم فيها من خلال أبليكيشن أقدر أخليها تشتغل وعلى فكرة يبدو لي إضاءة إن شاء الله قوية مرة تقدر أنك تضاعفها وأكيد ما هو بس تتحكم فيها تقدر تخلي مثلا هي الآن صفرة أقدر أخليها بيضة أقدر أحولها إلى الأصفر فأقدر أتتحكم بهذه الشغلة بإضاءة ذلك أقدر أخليها ألوان الآن تقريبا ما إلى اللون الأزرق أخضر نقدر أخليها أحمر وهكذا نقدر نحط اللون اللي نبغى بنفس جيم تقدر عندك فعليا كل الألوان اللي تخليك تقدر تتحكم فيها أضف إلى ذلك بأنه فيها حركة مرة رهيبة تقدر تركبها خلف أي شاشة تتفرج فيها مثلا ولما تتفرج فيديوهات أو أي شي هي تعطيك ألوان وإنعكاسات على الجدار تدخلك في الجو الفيديو اللي أنت قاعد تتفرج فيه فهي تأخذ الألوان تقتبسها من الشاشة نفسها فبالتالي صراحة هذه الإضاءة جدا 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 رهيبة إذا كنت نعود تشتري هذه الإضاءة أو أي من إضاءات فيليبس ففي شغلة واحدة لازم أن أبهك عليها أنك لازم تشتري البردج الخاص فيهم واللي هي البردج هو عبارة عن قطعة تشبكة بالإنترنت تشبكة بالمودم فبالتالي هذه تتصل بالبردج عشان تقدر أنك تتحكم فيها من شلال جوالك حتى لو كنت بره البيت إزايكم أماما معكم إحياء وشكرا جدا أدهم على استضافتي على القناة ده حقيقة شرف ليا أنا متابع قديم لأدهم وإشرفت إن أنا بقى يعني ضيف خفيف عليكم في القناة إن شاء الله وإجابة على السؤال إيه أفضل منتج عجبني في 2018 في الحقيقة الاختيار بالنسبة لي كان يرجع لمنتج من اثنين وهما أبل واتش سيريز فور الجديدة بتاع أبل أو البوز كويت كومفورت الجيل الثاني أو المارك تو وبيني طبعا ما يفعلش اختارها لمنتج واحد فأنا هختار الساعة ساعة قبل الزكية الجديدة السيريز فور القبل واتش زيها زي أي سمارت واتش تانية موجودة في السوق وكلهم تقريبا بيلعبوا تحت نفس الطلئلة وتحت النافذة اللي هي الصحة فالميزة في القبل واتش إنها دائما تديني تنبيهات يلا قوموا أف مثلا إنت أعبقى لك فترة طويلة يلا قوموا منزل مثلا ماشي لك ربع ساعة ونص ساعة نوع التنبيهات ده بيخليني وبيكبرني إن أنا يعني أتحرك أكتر والقبل واتش مش شيء جديد يعني القبل واتش كانت موجودة من سنين كتير ويمكن السنة دي أنا بقيت متعلق بها أكتر بسبب إنها بقى فيها بعض الحاجات الجديدة اللازيزية إن شاشة بقت أكبر وإن الكراون أو البقرة اللي في الجنب دي بقى فيها شوية بطنبط بالحياة أكتر هي كانت معايا النسخة الأولانية اللي هي السيريس 1 ولكن بصالح ما كنتش مهتم بها قوي كانت مجرد على إيدي وخلاص وما كنت سعب كنت سعب بنسى ألبسها وبتاعها بس السيريس 4 لما جربتها هي ألز أكتر وكمان جات في الوقت المناسب إنها بدأت أهتم بصحتي شوية فهي ساعدتني على دافع عشان كده أنا اخترتها أفضل منتج بالنسبة لي في 2018 أنا شخصيا بالنسبة الجهاز اللي مرة عجبنيه سيبت الجوالات كده على الجامب كلها ومنجد قاعدت أفكر إيشة الجهاز اللي عندي مدر استغنى عنه بشكل يومي ومرة عجبني يعني مبسوط منه فخور إني أشتريته صراحة وانصح دائما بي أقرباي والناس اللي تسأل عن هذه الحاجة اللي هو الجوجل واي فاي طبعا هو مش راوتر يشتغل بتقنة المش واي فاي حلاوته إنه مرة سهل في السيتم تحطه تشبكه في المودم الأساسي بالسلك وبعدين تروح للمكان اللي بعده وعن طريقة الاب حق جوجل واي فاي تقدر تعرف فين تحط يعني الراوتر في المكان المناسب وقسلك السرعة يعني السيتم حقه مرة سهل غير كده المميزات حقته إنه تقدر تعمل شبكة تانية غير الشبكة حق الواي فاي الرئيسية تعملها للضيوف مثلا على اساس ما يدخلوا على الشبكة الرئيسية حقتك يديك تنبيه إذا فصل الإنترنت حتى لو أنت بر البلد أنا كنت مرة مسافر وجاني تنبيه على طول الإنترنت عندك فصل في البيت قبل حتى ماهل يقولوا لهذا الشي التوصيل السرعة والإنترنت واصل للدور الثالث عندنا هنا في البيت بشكل جدا جميل فمرة مبسوط منه ما أندم عمري اني اشتريت صراحة الجهاز في مميزات تانية زي تعمل جروب للأطفال على اساس توقف لهم الإنترنت على مثلا في الليل وما يفتح معاهم غير في الصباح وتمنعهم من دخول المواقع مثلا اللي ممكن تأذيهم تجعلهم يتصفح للمنترنت بشكل آمن ميزات أكثر من كده لا أطول عليكم هذا يمكن الجوجل واي فاي هو أكثر شيء يعجبني واستخدم بشكل يومي في 2018 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته شكرا ندهم على الاستضافة وأكيد لو تكلمت عن المنتج أرجبني في عام 2018 اشتريته وما تحسفت عليه أبدا هو نفس السماعات حق سوني الWi 1000X نفس السماعة هذه عندما اشتريتها أو بلا صح جربتها في بداية السنة في معرض CES كان الأداء حقها جدا مبهر مع التطبيق الموجود وكمية عزل الصوت الذي تصير وأيضا التونينج حق نفس هايريز أوديو وكيف تسمع المحتوى بشكل جميل هذه السماعة لقيتها رائعة نفس الشكل التقليدي الذي تعودنا عليه بشكل كبير واندثر حالياً وصارت الناس أكثرها يضعوا سماعات طولية الأيربودز فشخصياً هذه السماعة أجبتي سلام تحياتي إلى كل متابعين تيك فويس لما أدهم طلب مني أتكلم عن شيء باستخدمه بشدة في الأستوديو أول منتج خطر في بالي هو هذا الشيء وهذا الشيء هو عبارة عن iFixit Toolkit وهو عبارة عن طقم من رؤوس المفكات اللي بتسمح لك أنك تقدر تعمل صيانة لتقريباً أي شيء يخطر في بالك الطقم يأتي مع 64 رأس بإمكانك أنك تغيرهم اللي بتنوعه من مختلف الأشكال والأحجام اللي مخصصين تقريباً لصيانة أي شيء يخطر على بالك من ناحية الكترونيات فإن كان هاردسك لابتوب جوال كاميرا أي شيء يخطر في بالك 99.9% راح يكون موجود من ضمن هذول القطع هذا بالإضافة أنه في عندك إصدار آخر اللي هو البروكيت اللي تأتي مع مجموعة أكبر من الإكسسورات والأدوات ولكن برأيي الأساس هذه القطعة فيها كل شيء راح تحتاجه أخيراً كده انتهنا هذا الفيديو شكراً لكل أصدقائي وزملائي اللي يشاركوا في هذا الفيديو لا تنسى بأنه كل هذه المنتجات الحلوة اللي يتكلمنا عنها رابطة موجودة بالأسفل ووصف كاعدتنا في سلسلة اللفة بالسوق أنا أدهم أشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم أتنسى تشترك بالقناة وتقدر تشوف حلقاتنا السابقة بالأسفل من هذه الفيديوهات اللي هنا الصغيرة مع السلامة